سيادة رئيس منذ توليه الحكم لم تكف مراشداته عن تمكين الشباب أو عن ضخ دماء جديدة واحد من المشكلات اللي قعدنا كتير قوي نتكلم عليها الجهاز الإداري وطرحه للجهاز الإداري وإزاي ما بقاش قادر يواكب المستجدات المختلفة لو قلنا إنه هيحصل ضخ بقى للدماء الجديدة والشباب تدخل بأفكارها وبطريقتها وبالفليكسابيلتي أو بمرنتها في الجهاز الإداري ده ممكن يفرق في شكل الدولة في الفترة القادمة طبعا مما لا شك فيه ضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة أحد أهم التغييرات القادمة وده بالفعل أنا إما بروح مثلا أي مصلحة حكومية وبلاقي شاب على وعي من التعلم والقدرة على التعامل مع المواطن برتاح نفسيا فبنقل التجربة لحضرتك لو والله ده أنا روحة المكان الفلاني في شاب محترم الفكر والتغيير مطلوب شو سمى على المستجدات إحنا عندنا حكومة إلكترونية عندنا كمية حاجات إلكترونية كتير جدا ما بقاش زي زمان عشان نطلع ورقة نقعد بالشهر والشهرين ونلف من أقصى البلد وعايز الله هيك على حاجة كمان بصراحة أن بنامج التأهيل البنامج الرئاسي للتأهيل كان بنامج مهم جدا النهار ده علشان أمكن الشباب زي ما احنا كنا نتمنى أن التمكين يجينا فالفرصة جات لنا بس عشان أتمكن لازم أكون مؤهل لازم أكون مضرب علشان قادرة تعامل مع العصر اللي أنا فيه ففي الحقيقة أنا شايف أن أي دولة عشان تنجح لازم يكون عندها من الصفوف الأولى وكيادات من الصفوف الأولى وكيادات من الصف الثاني والثالث عشان تدير إحنا مؤسسات دولة كبيرة جدا مو كتيرة جدا لازم يبد من التغيير عشان خاطر المواطن حتى يحس أن الموظف أو المسؤول في المكان الماء أو في الحكومة الفلانية لازم يكون على قدر من المستوى من التعامل جيد خليني النهاردة أقول لك أن الوزراء النجحين فيش وزير بينجح لنفسه مع اللي واحده لأ كل الوزراء لازم يكون معاهم نواب مساعدين من الشباب أقوية عشان يقدروا ينجحوا المكان اللي هم فيه فطبعا نازم يكون فيه ضخ جديد أنا مع تغيير وإني أعطي الفرصة وعلى أحد حاجة ده يحتوسب للقادرة السياسية أنه إدوا الثقة للشباب فالفرصة كانت لنا فلازم نستغلها ونكون على قدر المستوى أن نقول للقادرة السياسية شكرا نحن أدها ودود خليني معلش أقول لسادتك على حاجة أنا حضرت لسادة الرئيس ندوة 2014 كان بيقول أتمنى ألاقي الشباب في مجلس 2015 دائما السادة الرئيس بيراهن علينا وهو على رأس الكادرة السياسية بيراهن وبيزق زي ما بنقول يلا خلوا الشباب موجودين في أي مؤتمر خلوا الشباب يوقفين في الصفة الأولى وليه تحتسب لي الكادرة السياسية شكرا شكرا